أكبر طول موقي يعني أقل تردد يعني لم يكون الخطين متقاربين حطيت ملاحظة هنا أكبر طول موقي يعني أقل تردد يحدث عندما ينتقل الإلكترون أقل مسافة انتبهوا على هذه الملاحظة من المدار الذي يلي مدار المتسلسلة مباشرة أنا عند الآن هذه المتسلسلة حدها هو اثنين متسلسلة بالمر أكبر طول موقي هو عندما ينتقل الإلكترون من المستوى اللي يقنبه من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني هذا أكبر طول موقي أكبر مسافة سوري أقل مسافة أقل مسافة يعني رأي يعطيني هنا ماذا أكبر طول موقي أقل طاقة وأقل طول موقي يعني أكبر تردد يحدث عندما ينتقل الإلكترون أكبر مسافة أكبر مسافة من ما لا نهاية إلى مدار المتسلسلة إذن علشان نحل هذه المسألة نبدأ الآن أول حاجة بأكبر أكبر طول موقعي يا الله لما أريد أكبر طول موقعي في هذه المتسلسلة ماذا؟ واحد على اللمدة يساوي R حد المتسلسلة هذه اثنين تربيع ناقص واحد على هنا ينتبه قلنا ويش مرة ثانية عيد أكبر طول موقعي يعني الإلكترون انتقل من مدار قريب مدار حد المتسلسلة بالمر حدها اثنين إذن عشان أوقت أكبر طول موقعي إذن ينتقل الإلكترون للمستوى رقم ثلاثة إلى اثنين إذن هنا بيكون عندي ثلاثة تربيع خلاص كذا أنا أستطيع أن أجد ماذا؟ الطول الموقعي إذن R عندك هنا واحد على أربعة ناقص واحد على تسعة واحد على اللمدة عملية رياضية تقريها هنا توحد المقامات هنا تصير عندك R طبعا تحت في الستة وثلاثين وفوق رح يصير خمسة R واحد على اللمدة ومنهم هنا يمكن الطالب يعني يحتاج مهارة ويش أو بالحاس بمباشرة واحد على أربعة ناقص واحد على تسعة يعطيك ماذا؟ خمسة على ستة وثلاثين رياضيا هنا أريد أنا اللمدة مش واحد على اللمدة إذن مقلوب اللمدة ماذا تساوي؟ تساوي ستة وثلاثين على خمسة R هذا هو الطول الموقعي ما عليك إلا تحسب تعوض مكان R بواحد فاصل صفر تسعة سبعة فعشرة والسبعة وتوقد الناتق هذا هو ماذا؟ أكبر طول موقعي أكبر طول موقعي في هذه المتسلسلة طيب ما هو أقصر طول موقعي؟ السؤال هنا أقصر طول موقعي طبعا هنا لما رح توجد أكبر طول موقع ستطلع لك هذا الرقم خلي بالك وانت تحسب تشتغل وانت تراجع تأكد ان رح تطلع لك ستة مئة وستة وخمسين فعشرة والسالب تسعة طيب هنا يعني يمكن تلع لك ستة فاصل خمسة فعشرة والسالب سبعة هذا الرقم نفس الفكرة اللي قبل شوية رتبناها بحيث صارت كم ستمية وستة وخمسين نانو متر أكبر طول موقعي أو أقصر طول موقعي حسب الموضح الآن أقصر طول موقعي في الموضح معي اللي هو اللون البنفسقي اللون البنفسقي أربعمية وعشرة أو إذا أنا أريد أقصر طول موقعي يعني إذا ينتقل الإلكترون لأنه ليس مرسوم معي ولكن إذا انتقل الإلكترون من ما لا نهاية إلى هذا بهذا الكيفية انتقال الإلكترون من ما لا نهاية رح يعطيني ماذا طول موقعي أقصر طول موقعي قصير إذا هنا أقول ماذا واحد على لمدة آر واحد على حد المتسلسة لثنين يعني أربعة ثنين تربية ناقص واحد على ماذا ما لا نهاية طيب ويساوي هنا واحد على ما لا نهاية رياضيا تساوي صفر إذا نبقى معك من هنا آر على أربعة واحد على اللمدة وبالتالي يمكن نقول أن اللمدة ماذا تساوي تساوي أربعة على آر هذا هو يعطيني ماذا أقصر طول موقعي أقصر طول موقعي وهذا أكبر طول موقعي ننتبه على هذه الملاحظة اللي حلنا عليها الآن هذا السؤال الطول يورد بشكل كبير أحد أسئلة الاختبارات النهائية أطول طول موقعي في متسلسلة باشن أطول طول موقعي متسلسلة باشن حدد لي باشن حد ما لهوين رقم ثلاثة أطول طول موقعي أقل ترتد أطول طول موقعي يعني أقرب انتقال يعني من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث المستوى الرابع إلى المستوى الثالث إذن أطبق المتسلسلة 1 على لمدة ما يساوي R 1 على ثلاثة تربية ناقص 1 على أربعة تربية طيب كذا يساوي 1 على لمدة يساوي R هذا المقدار بالكامل رح يعطيك ماذا سبعة على M144 1 على 9 ناقص 1 على 16 بالحاسبة 7 على 144 إذن لمدة ماذا تساوي تساوي مقلوب 144 على ماذا 7 R طيب اللي هي هذه النتيجة تشوف هذا المسألة انتقل إلكترون ضرة الهايدروجين باعثا فوتون ضمن سلسلة بالمر بالمر يعني حدها بالمر يعني الآن مالها كم 2 حد المتسلسلة 2 طول موقته أعطاني طول الموقع الآن وقد رقم المستوى الذي انتقل منه الإلكترون يعني من وين انتقل الإلكترون الآن علشان يشع طول موقع مقداره 434.1 نانو إذن بنفس الكيفية بنفس المعادلة التي نستخدمها معادلة المتسلسلات وأخذ بالمر إذن 1 على اللمدة اللي هي 434 إذن 434 34 سوري فاصل 1 فعشرة السالب كم 9 يساوي R أي طريقة رياضية في النهاية نتوصل إلى N الآن يصير معك 1 على هذا الرقم اللي هو 1 على لمدة ضرب R طبعا R تصير تحت معي لو أقسم على الطرفين يصير معي 4 3 فاصل 1 فعشرة والسالب 9 أضرب من V R أضرب V R وهنا يبقى معي 1 على 4 ناقص 1 على N تربية أعمل هذه الآن 1 على N التربية أحول هذا المقدار يصير 1 على 4 ناقص هذا المقدار بالكامل 1 على R في 1 على هذا المقدار بالكامل لشان فقط تنتبهوا لهذه قيمته لو حسبت بالحاسبة يطلع لك 4 7 6 هذا الرقم سيطلع لك إذن هنا بإمكاني أكتب 1 على 4 ناقص 1 على 4 7 6 5 طيب إذن منه يمكن أن نحسب يطلع معك الناتق هذا بالكامل يطلع معك 0.04 هذه النتيقة ومنه نقول أن يقلب الآن N التربية تساوي 25 ومنه الـ N كم تساوي تساوي 5 أعيد مرة أخرى أول حق نفهم بالمسألة القانب الفيزيائي طبعا هنا قال الانتقال الإلكترون إلى المستوى الثاني ضمن طبعا متسلسلة بالمر خلاص أعرف أن بالمر هي حدها رقم 2 وعطاني طول الموقع الآن ويطلب مني ماذا من قفز الإلكترون من عاد الإلكترون من أي مستوى أبدأ أستخدم معادلة المتسلسلة 1 على لمدة لمدة ما أعطيها بالنانو أضرف 10 أسالب 9 عشان التحويل يساوي R 1 على 2 تربيع الحد ناقص 1 على N تربيع من عاد الإلكترون أبدأ أضرب الآن وأقسم على R عذرا قسمنا على R للطرفين تخلصنا R من قانب اليمين صار قانب الأيسر صارت هذه العملية هذا المقدار بعد الحساب أنا أريد الآن طبعا أحول الصوب الثاني هذه 1 على 4.7 تكون بالسالب 1 على N صوب الثاني صارت موقف بعد العملية يطلع لي وإش الان تربيع يساوي طبعا نعكسها 1 على N تربيع الآن هذه 0.04 إذن ماذا أعمل 1 تقسيم 0.04 يطلع لي كم تقريبا 25 إذن منه الآن تساوي 5 كأن نعمل وإش كتر إذن الآن رجع электron من المستوى الخامس إلى المستوى الثاني إذن لما يعود электron من المستوى الرابع من المستوى عدرا الخامس إلى المستوى الثاني يطلق 434 نانو متر أقدر أوقف الآن الطاقة نعم أقدر أوقف الطاقة لو سألني كيف أقدر أجيب الطاقة بكل بساطة الطاقة التي يبعثها E تساوي Hc على لمدة هذه طاقة الفوتون المنبعث ننتقل للسؤال الثاني السؤال الآخر في متسلسلة ليمن إذا انبعث فوتون نتيجة انتقال الإلكترون من مستوى الطاقة الثاني هنا فإن طول موقع الفوتون المنبعث هذا السؤال يخص مرتبط بالمتسلسلات مع نموذج بور مع نموذج بور لأنه عندنا E1 ولكن رح نناقشه طيب إذن هنا عندنا انتقال الإلكترون للمستوى الطاقة الثاني وين هذا في متسلسلة من الإيمان إذن انتقال الإلكترون في متسلسلة ليمن من المستوى الثاني إلى المستوى الأول طيب ما هو الطول الموقع؟ إذن لمدة لمدة أو واحد أدراً على لمدة واحد على لمدة ماذا تساوي R انتقال الإلكترون في مستوى الثاني يعني واحد على واحد تربية ناقص واحد على اثنين التربية هنا بعد العملية R طبعاً تساوي واحد على لمدة تساوي في هذه الطريقة لو وحدنا المقامات الآن أربعة وهنا عنده ثلاثة ومنه اللمدة كم تساوي اللمدة تساوي أربعة على ثلاثة R في نقطة هنا رح نأخذها بإذن الله في الدروس القادمة في نموذك بور رح بور مرة ثانية يستنتق أو يؤكد صحة هذه المتسلسلات ويعطيني رح نأخذها بإذن الله في الدروس القادمة أن R تقريباً تساوي ماذا HC على E أو عذراً E أعلم أعلم E 1 على HC طبعاً حسابة ريت برج عرفنا فقط مقرد ماذا رقم كذا ثابت ولكن بور في نموذكه رح يثبته من خلال معادلاته أن R تساوي E 1 على HC لذلك لما تعوض بهذه ومنه رح تحصل على ماذا E 1 طبعاً E 3 فوق 4 H C تقريباً تكون لقابة وين G بس فقط النقطة التي لم أخذناها بعد لم أشرحناها في برنامج درس الهواء يعني إن شاء الله في الحصص القادمة بإذن الله في نموذك بور هنا يمكن هذه نفس تطرقنا عليها من خلال الشكل المقابل عندما يكون الإلكترون عندما يكون الإلكترون لدرة الهيدروجين في مستوى الطاقة الرابع فإن أقل وأكبر عدد من الفوتونات التي يمكن أن تشئوها ذرة هو حسب من وين المستوى الرابع هذا المستوى الرابع إلى المستوى الأول ها هي الفكرة التي شرحت في البداية عدد الاحتمالات أقل عدد فوتونات هو واحد من المستوى الرابع هذا إلى المستوى الأول هذا الانتقال مباشرة إذن هنا أقل عدد فوتونات هو انتقال واحد مباشرة يصل من المستوى الرابع إلى المستوى الأول بانتقال واحد إذن يألف أو باء إذن كذا أنا راح أكانسل ويش قيم وداد أكبر عدد من الفوتونات التي سوف تنتقل عند انتقال الإلكترون من المستوى الرابع إلى المستوى الأول ذكرناها قبل شوي تقريبا كم عندنا ستة انتقالات عدد هنا ما موجود مع اللقابة تكون عندنا كم ستة انتقالات وين الستة لو رقعنا نوضحها هذه الانتقالات خلنا نوضحها هذا الانتقال الأول واحد هذا واحد وهذا الثاني وهذا الثالث الآن عندي ثلاثة كذلك هذا الانتقال من هنا لهنا اعتبر كذلك هذا الانتقال اللي الآن لونتهم ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن تكون لقابة أقل عدد فوتونات واحد وأكبر عدد فوتونات كم ستة فوتونات إذن يعتمد على الانتقال الفوتونات دائما هي يعني كل انتقال يمثلي فوتون واحد إذن أكبر فوتون يمكن أن نلاحظ كم ستة فوتونات نشوف هذه المسألة السألة انتحان نفس الحاجة الشكل الآتي يمثل انتقال إلكترون بين مستويات الطاقة لذرة الهيدروجين عندي A وB وC وD أربع انتقالات إذن ندرس الشكل في البداية السؤال الأول اكتب رمز السهم الذي ينتق عنه الإشعاعات الموضحة في القدول الآتي طيب منطقة الإشعاع فوق القلب النفسقية وتحت الحمراء والضوء المرئي وأريد رمز السهم وين نحص الفوق البنفسقية في أي واحد إذن في السهم C صحية في السهم C ليش إذن يعتبر من متسلسلة ليمن وهنا يعتبر أكبر مسافة أكبر مسافة انتقال أكبر طاقة الأشعة تحت الحمراء وين هل الانتقال عندي انتقالين الآن انتقال D طيب وانتقال A طبعا B لا يمكن أشعة تحت الحمراء ولا انتقال C إذن ملغي إذن ضغط عندي A و D في الأشعة تحت الحمراء أقل طاقة وإحنا عرفناها من وين انتقال من المستوى المتسلسلة باشن صح متسلسلة باشن إذا الانتقال ماذا D سلسلة باشن نسما وضحنا لكم حدها المستوى ثلث في متسلسلات نسمى ذكرت لكم سابقا خمس متسلسلات ولكن ندرس ثلاث متسلسلات الضو المرئي الضو المرئي هو المستوى الثاني اللي هو بي اللي متسلسلة بالمر خلنا نشوف اوقد اعلى طاقة للفوتون المنبعث في منطقة الاشعة تحت الحمراء اعلى طاقة المنبعث فيه اعلى طاقة اللي هو اكبر تردد طبعا نلاحظ شعة تحت الحمراء عذرا عندي دي تعتبر اشعة الحمراء حتى اي تعتبر اشعة تحت الحمراء ا ودي طبعا اي تخص متسلسلة اخرى ما مذكورة معنا احنا متسلسلاتنا فقط الى باشي المستوى الثالث في متسلسلة اخرى عندما يعود الاكترون الى المستوى الرابع وفي متسلسلة اخرى عندما يعود الاكترون الى المستوى الخامس ولكن المتسلسلات الثلاثة الاخيرة هي في منطقة تحت الحمراء لذلك يمكن أقول أن D والA في منطقة تحت الحمراء لذلك السؤال اللي طرحه الآن أوقد أعلى طاقة أعلى طاقة يعني أعلى تردد يعني أقل طول موقي خلاص كذا أقل طول موقي أو أعلى تردد هنا وين يمكن راح نحصلها هل A M D لأننا عندي اثنين الآن فمن منهم أكبر طاقة هل A M D طبعا ما دام المسافة بين المستوى الرابع المستوى الثالث أكبر إذن نقول أن D أعلى طاقة من A إذن هذا أعلى طاقة إذن أوقد أعلى طاقة للفوتون المنبعث في منطقة شقة تحت الحمراء هو الانتقال من أربعة إلى ثلاثة إذن هنا من أربعة إلى ثلاثة إذن واحد على لمدة يساوي R وعندنا ماذا واحد على N اللي هي المستوى الثالث ثلاثة تربية ناقص واحد على أربعة تربية طيب كذا إذن المستوى A D عذرا أي من هذه النقطة وأحسب من خلالها ماذا الطول الموقي وأقدر أوقيت ماذا الطاقة اللي هي الطاقة ماذا تساوي ذكرناها سابقا قانون الطاقة E تساوي HF طبعا ولكن ما عند الـ F أقول HC على لمدة طبعا الـ HC ثوابت ثابت بلانك في سرعة الضغ ثوابت معروفة على اللمدة اللي راح وقدها من وين من المعادلة إذن أقول واحد على لمدة واحد على لمدة ماذا تساوي R أوحد ماذا المقامات وأشتغل وأوقيت نفس الكيفية بعد ما أعمل القلب أوقيت ماذا اللمدة ومنه أستطيع أن أوقيت الطاقة السؤال الأخير احسب الطول الموقي بوحدة المتر للإشعاع عند انتقال من المدار الرابع إلى المدار الثاني في درة الهيدروجين من المدار الرابع إلى المدار الثاني حسب ماذا متسلسلة بالمر إذن بكل بساطة واحد على لمدة تساوي R واحد على اثنين تربية ناغص واحد على اربعة تربية إذن بنفس الكيفية واحد على لمدة تساوي R وواحد ما بين القوسين وأوقيت ماذا الطول الموغي إذن عندك الآن هنا واحد على أربعة ناقص واحد على ست عشر وحد المقامات ما بينهم وإقلب في النهاية راح تجد ماذا الطول الموغي إذن ننتقل إلى نموذج بور إذن كده انتهينا من متسلسلات بالمر وليمان وباشن التي توضح لطياف الذرية المنبعثة من ذرة الهايدروكين ثالثا نموذج بور نحن تكلمنا عن نموذج طومسون وبعد ذلك نموذج راذرفورد وانتقلنا إلى الأطياف الدرية والنموذج الحديث اللي هم بالمر وباشن وليمن وحللنا فيهم المسائل والتمارين ننتقل إلى نموذج بور ننتقل إلى نموذج بور آخر نموذج معنا في المنهج هناك ثلاثة فروض ثلاثة فروض لازم تعرفهم في نموذج بور اليوم في هذه الحلقة رح نذكر فقط هذه الفروض الثلاثة ونكمل بإذن الله في الحصة القادمة في استنتاج نصف القطر وإستنتاج الطاقة ما هو الفرض الأول تتحرك الإلكترونات حول النوا في مدارات ثابتة الطاقة وثابتة الأنصاف الأقطار يعني الإلكترون اللي رادر فورد ما وضحه رادر فورد ذكر أن الإلكترون يدور حول النوا وقع رادر فورد في عيوب في هذه النقطة بور وضح أن الإلكترون لما يدور حول النوا يدور في مدارات ثابتة الطاقة وثابتة أنصف الأقطار يعني ذو نصف قطر ثابت وطاقة ثابتة بهذه هذا الفرض حل مشكلة عدم استقرار الذرة في رادر فورد إذن تتحرك الإلكترونات حول النوا في مدارات ثابتة خلاص ذات أنصاف أقطار ثابتة وطاقة ثابتة عندما أتكلم مدارات ثابتة يعني أقول ماذا طاقة ثابتة ونصف قطر ثابت دون أن تفقد أو تكتسب أي قدر من الطاقة وهنا وضح كده الإلكترون عندما يدور في المدار لا يفقد ولا يكتسب نفس الطاقة ثابتة ويدور في نصف قطر ثابت إذن كده رادر فورد يعني بورد حل المشكلة اللي وقع فيها ماذا نموذج رادر فورد اثنين الإلكترون لما يدور حول النوا يدور بكمية تحرك كمية تحرك زاول هذه كمية التحرك هي كمية مكممة من قيمة معين مقدار معين بشكل ماذا مضاعفات صحيحة إذن كمية التحرك الزاوي تساوي NH على 2π الإلكترون لما يدور يدور بكمية تحرك مكممة من قيمة NH على 2π هذه القيمة ومضاعفات هذه الكمية طبعا كمية التحرك راح نلاحظها بعدين هي عبارة عن M كتلة الإلكترون في سرعته MVR طبعا V هي السرعة الخطية يعني راح نعوض عنها من خلال هذه هي كمية التحرك هذه كمية التحرك الزاوي MR تربيع وميغا والأوميغا معروفة الأوميغا السرعة الزاوية هي عبارة عن V على R نعوضها نعوضها فيها ونحصل ماذا MVR هذه كمية التحرك هذه كمية التحرك اللي هي MVR ما لا تساوي تساوي مضاعفات صحيحة من المقدار NH على 2 طبعا الـ N هذا لازم يقبل أن يكون عدد صحيح 1 2 3 4 واللي هو ويش المستويات الطاقة المدارات آخر نقطة للإلكترون أثناء حركته حول النواة طاقة معينة تتوقف على بعد مستوى الطاقة عن النواة ويحدث إشعاع للطاقة عندما يقفز الإلكترون من مستوى بعيد على طاقة إلى مستوى قريب اللي هو أقل المستوى ويمكن ويكون مقدار الطاقة المشعة مساوي لفرق طاقة الإلكترون بين المدارين ويمكن نكتبها هذه دلتا إي تساوي إي البعيد طاقة المدار البعيد مثلا أم البعيد ناقص طاقة المدار أن القريب القريب من النواة إذن البعيد اللي رقع منه واللي راح إليه إذن دائما أي انتقال إلكتروني من مدار إلى مدار سوف يشع طاقة هذه الطاقة التي يشعها هي مقدار فارق طاقة المدارين دائما إذا انتقل من الرابع إلى الثالث يشع طاقة هذه الطاقة تساوي فارق طاقة المدارين الرابع والثالث البعيد ناقص القريب طاقة 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 نحسب من ضمن درس بور إذن كذا تعرفنا على ثلاثة فروض لبور تقريبا كذا وصلنا إلى نهاية الحلقة نتابع بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله مع استنتاج نصف قطر بور وطاقة الإلكترون في مدار درس بور طيب إذن نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة إلى ذلك الوقت طابة وقاتكم بإذن الله وأتمنى لكم إن شاء الله متعة واستفادة بإذن الله وبرك الله فيكم وفي أمان الله مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر